عايزين جيل سليم جيل سليم ومتعاف تسع خطات عن قلم في عجل قبل ما يقفلوا علينا الحلقة انخذي اولادك فيها من البخل يعرفوا ايمية الانفاق وما يبقاشوا حتى لا مصرفين ولا بخلة اول حاجة اشرحل طفلك يا فروز دي جاي من ايه من تعب تعب وشاء يعرف ان الاب والامة قد ايه بيبتعبوا وبزلوا من الجهد عشان نتيجي احنا مش مكن الفلوس والكريدي محطوط والكلام ده لا افتح يالله المكن افتح الفلوس انا فيها بتتفتح لا واشرح للطفل الكلام ده لما بتسحب قد ايه فلوس من بنك هو ده القيم هو ده المرتب وده اللي هنعمل عليه لحد ما يجي المرتب التاني اول الشهر ويفهم الكلام ده ومن قبل سن التمييز شوية بيفهم بعد سن التمييز بيبقى مدرك وفاهم سبع سين يعني رقم التين خليك انت قدوا حسنة في الانفاق انفق الحاجة بطريقة مسئولة وطريقة كويسة بحيس ان انا اشرح لهم وانا اخترت السلعة دي ليه طيب الجملة بتاعتها ارخص قد ايه طب وفرنا قد ايه بس ما عملش بحس تصومش ان فيه قلق وفيه ازمة نحسوش بعدها بالامان لا توازن ما بين الامرين انهم ينفقوا على الاشياء غير مهمة لا او انك تزرعي قمت ان انا في طفلي موضوع ان انا لا لا او اني خايف من القول لا 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 ما تتكعوديش تتكلمين خلي في توازن انحنا احنا عايزين نمتلك كذا ونعمل كذا ونساوي كذا في فرق ما بين الطموح ما بين ان انا اعل الدنيا عندهم اوي فاكبر الاشياء المادية عندهم وان هي دي اللي هتخلينا سعداء لا عندنا ما يخفينا ونحمد ربنا سبحانه وتعالى ونتعلم اسم الله الشاكور وارجعوا لحلقة اسم الله الشاكور ثالث حاجة اشرح لهم لما بيجي لهم اعلانات على الالعاب والكلام ده ان الاعلانات دي مصدرة ايه وان انت انت الزبون انت الزبون اللي بيتشتغلوا عليك في الاعلانات وانت وقلتلك قبل ست ست سنين بيبقى مناسب جدا التفل بيبقى فاهم حاجة وضحيلوا الهدف من الامر دي وسياسة التصويق دي عامل ايه عشان انت تشتري واني ساعات لما يجبروك الاعلانات دي لما تجي يعني ايه بتبقى قدامهم يروحوا مطعم وقول لك خد لك الهدية دي مع الاكلة الفلانية خد اللعبة دي معك اشتري الوجبة المعينة دي معها مش عارفة ايه لا يا ابني الكلام ده غير صحي واللعبة اصلا بتبقى بايزة وتبقى اشرح لهم مش كل اللي يطلبوه ينجاب ربي حاجة اشرح نوعية الحاجة اللي هم طلبينها جيدة ولا لا وعندي لعبة مثلا في الشهر ممكن يقتنع بالكلام ممكن لا المهم يخزنوا الكلام ده مرة في مرة ودايما يبقى في حوار من الكلام ده نوع على الاقل من التوجيه لأولادي بحاجة زي كده عشان يعرفه يدبره ولا يصرفه ولا يبقى كده خمس حاجة خصصي مصروف خاص هو ده صرفيه بتاع ممكن تخصصيه في الاسبوع يبقى كل يوم هتصرف الحاجة الفناوي يتعلم الطفل السلوكيات اللي متعلقة بالنجود اصرف امتى وخلي امتى وحوش امتى وحط معاه حصلت التحويش عشان يتعلم الانفاق بصورة سوية لا يبقى بخيل ولا يبقى مصرف سادس حاجة لازم تعطي من مصروفك لازم تطلع حاجة اما تروح والكلام ده تصدق ياخد جزء من الفلوس بتاعته وان السعادة في العطاء طيب ما كفاش الشراء ممكن نحوص للشهر اللي بعديه والداخر عشان تشتري ويتعلم يعني ايه يا الداخر ويتعلم يعني ايه ان فيه ظروف مش لازم اوعي تستسلمي للتوسلات وانه كنت تشتري اللي هو عايزه في اي وقت والعياط والكلام ده لا كل المجهود اللي احنا قوله لا رايح هذا كل ده عشان يبقى فيه سلوكيات صح سابق حاجة توقعي انه في البداية حيشتري كل حاجة بالمصروف يواجع يطلق بقية الاسبوع بس بعد كده هيتعلم ازاي وانفقها بشكل صح وبشكل سليم مش الكلام ده بيجي في يوم وليلة ولكن بالتدريج بيحتاج خبرة ومحتاج طول بال ونفس واستمرارية منك وصبر ويتعلم ايه اللي يشتريه صح وايه السلعة الكويسة وايه اللي السلعة اللي مش كويسة دكريه دايما ونقش معاه في اختياراته ايه الصح وايه الغلط وايه ايه البداية تامن حاجة قولي لطفلك اهمية القيم الغير مادية اني مش كل حاجة الفلوس ولا كل حاجة كزا علميه اللي الحياة فيها حاجة احسن من القيمة المادية الاخلاق القيم السعادة العطاء مش شرط انك تجيب حاجة انت لو جبتلي كارت تقولتلي شكرا يا ايه احنا طبع كل ام عندها البوم الكروت والجوابات اللي اولادها بعتنها بتبقى دي اثمن هدية الحاجات التانية كلها لأ وتبقى اظهري فرحة بالحاجات دي السعادة مش بس في الانفاق او في المال او في الكلام ده لأ في وقت حلهم قضيينه مع بعض تسع حاجة اظهر لهم ان هم ممكن ينفقوا النقود دي في اوجه الخير زي ما قلتلك الصداقات والكلام ده وازاي ان هم يسعدوا الاخر فهم كمان يحصل لهم نوع من السعادة وزي ما قلتلكم السعادة في الانفاق والعطاء مش السعادة في التكنيز والكلام ده